اشتركوا في القناة الالهي في المسألة اللي ذكرتها لكن استخدامه لشروط اولا يكون الشخص اللي هيقوم بالورد ده او الزكر ده محافظ على صلواته الخمسة يحاول على قد ما يقدر انه ينظف قلبه من امور الدنيا ويطرق طبعا الحسد والحجد والغيرة ويكون طبعا عن دنيا صدقه فعلا بالاضافة الى انه يحافظ على ذكره في وقت ما يتمش تغييره تحت اي ظرف من الظروف الا زكام طبعا ظرف طارق مكان الزكر بتاعك يكون واحد طبعا المكان يكون نضيفه خالي تماما من اي شيء ممكن يفسد الزكر بتاعك يعني المكان اللي هتذكر فيه اول مرة الزكر بتاعك حاول على قد ما تقدر انك ما تغيرهش لو حصل لحضرتك ظرفه ما قدرتش تقوم بالذكر بتاعك في ليلة من الليالي تاني يوم طبعا ده يكون بسبب ظروف طارق حصلت لك او غزبا عنك تاني يوم تبدأ اولا بالاستغفار عدد مئة مرة ثم بعد ذلك تبدأ في الزكر بتاعك اخر شرط جماعة في الزكر اللي انا هقوله لحضرتك انك حاول على قد ما تقدر وانت في خلوتك وبتقول الزكر بتاعك ما يكونش لسانك سريع في الزكر يعني حاول تتأمل الاسماء اللي انت بتذكرها الزكر على بركة الله هو بسم الله الظاهر الباطن والعدد هيكون بعدد اسماء الله الحسنة 99 هو الدوم طبعا على الزكر ده كل ليلة لكن زي ما ذكرت لحضرتك حاول انك تحدد لنفسك وقت ينسبك علشان ما يتمش تغيره بعد كده حتى المكان حاول انك ما تغيرهش ولو حصل لك ظروف او حاجة منعتك انك تقوم بالذكر بتاعك تاني يوم تبدأ بالاستغفار اولا عدد 100 مرة وبعد كده تبدأ في الزكر بتاعك بسم الله الظاهر الباطن عدد 99 مرة لكن حاول تنتبه الى الشروط اللي ذكرتها لحضرتك اولا تكون محافظ على الفروض الخمسة ثانيا حاول انك ما تغيرش معاد الزكر بتاعك ولا المكان بتاع خلوتك ولو حصل لك ظروف في اي وقت او في اي يوم مو ما قدرتش طبعا انك تقوم بالذكر بتاعك تبدأ تاني يوم على طول بالاستغفار 100 مرة بعديها تبدأ في ذكر بسم الله الظاهر الباطن مدة بشار الزكر معاك طبعا هتختلف من شخص لاخر حسب سلوكه وصفاته وتقوى الله عز وجل في قلبه ولو عندك اي سؤال باذن الله هتلاقي جوابه بعد ما تستخدم الزكر المبارك ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان bolt جليال اشتركوا في القناة